قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة تكلمنا في الدرس الخامس في الجبر عن إشارة الدلة السابتة وإشارة الدلة الخطية قلنا الدلة السابتة يا جماعة كلها بتاخد مثلة مثل العدد اللي موجود هنا اثنين يبقى كلها موجب هنا سلب ثلاثة يبقى كلها سلب هنا صفر يبقى ملهاش إشارة الدلة الخطية قلنا بنجيب أصفرها الأول بنسوي الدلة بصفر وبعد ما نجيب أصفرها بتاخد هنا مثلة إشارة معامل سين وهنا عكسة إشارة معامل سين هنا مثلة و هنا عكسة يا رب تكونوا فاكرين وكل الاسئلة دي اتخذناها على الكلام ده طب النهار دا بقيا مستر اهم واحدة فيهم اشارة الدلة الترباعية دي اهم واحدة فيهم يا جماعة واكتر واحدة واللي ان شاء الله هيفهمها هيفهم الدرس اللي بعده اشارة الدرجة التانية او اشارة الدلية الدرجة التانية اللي هي الدلة الترباعية تعالوا بقى اني بتكلم فيها كده الدلة الترباعية بتبقى صورتها دلة سين بتساوي ألف سين commission Lean với 2 زائد الباق سين زائد الجيم خدوا بالكم ان الالف لا تساوي صفر يعني تنتمي للحاي ستار طبعا كلكم عارفين يعني ايه حاي ستار يعني كل الاعداد الحقيقية مع ده الصفر طب ليه لازم يا مستر متكونش بصفر لان لو بصفر ببقاش في سين تربيه فبقت خطية تمام بتحلها ازاي او انا مش هقول دلوقتي ان نرسمها ازاي حتى مفروض يعني اقول لكم نفتكر الرسم بتاعة التالتة اعدا دي بس خلينه كمان شوان هيجي السؤال يا يا جماعة يقول لي ابحث اشارت ايه دلة اولا ايه كاتب لي كده دلة سين بتساوي سين تربيه نقص خمسة سين مثلا او سين تربيه نقص اربعة بيه ساوي صفر او سين تربيه نقص اربعة وخمسة عشان نحل الدلة ديت يا جماعة نجيب اصفر هساوي الدلة بصفر ويفضل في الجزئية بتاعة الدلة التاربعية نعملها بالقالة موت خمسة ثلاثة طب يا مصر انا مش عايز اعملها بالقالة براحت بس انا هقول ليه يفضل بالقالة هود السالب اربعة هناك يا جماعة او حللها فرق بين مربعين اللي اجيبكم نعمله وناخد الجزر يبقى موجة بسالب جزر الاربعة تطلع بموجة بسالب اتنين نرسم خطة عداد زي الدلة الخطية بالزبط هدي خط عداد نحط هنا سين وهنا دلت سين هنا السالب اتنين طبعا الصغير على الشمال هنا السالب اتنين وهنا الاتنين طيب هنعمل الاشارات ازاي طبعا هنا ما لا نهاية وهنا سالب ما لا نهاية هنعمل الاشارات ازاي جماعة عايزكم تركزوا معايا كده انا زي ما انا قلتلكم المرة اللي فاتت انا مش حابب اقول قاعدة او اقول القانون كده او اقول القاعدة على طول من غير ما انتوا تفكروا اللي عمل القاعدة دي يا جماعة جابها زي ما احنا هنجيبها دلوقت عوض بقيمة اكبر من الاتنين وشاف الاشارة تبقى موجب ولا سالم عوض بقيمة اصغر من سالب اتنين وشاف الاشارة تطلع موجب وسالم موجب ولا سالم عوض بقيمة في النص ما بينه وشاف الاشارة تطلع موجب ولا سالم اكبر من الاتنين تلاتة تلاتة وخمسة من عشرة اي قيم تلاتة مثلا تلاتة تربيع بتسعة تسعة من اصاربعة بخمسة الخمسة ايه؟ موجب. طب اصغر من سالب اتنين. سالب تلاتة مثلا. سالب تلاتة لكل تربيع بتسعة. ايه واحد يقول سالب تسعة. التربيع بيشيل السالب. ولو هنعمل على القلم نحط سالب تلاتة جوا كوس. يبقى تسعة نقص اربعة بخمسة. برضو موجب. طب نعوّب بقيمة في النص. زي سالب واحد. زي سالب واحد ونص. زي صفر زي واحد. اي قيم زي واحد وتسعة من عشرة. اي قيمة انتوا عايزين. صفر مسلا. صفر تربيع بصفر نقص اربعة بسالب اربعة. يبقى سالب. ده طلعت هنا موجب وهنا موجب وفي النص سالب ايوا. هي دي القاعدة. يبا احنا النهاردة هنشرح الدلة التربعية. الدلة التربعية يا جماعة اللي هي صورتة. الف سين تربيع زائد الباء سين زائد الجين. قلنا من قبل كده انها الدلة التربعية بتطلح حاجة من ثلاثة. الدلة التربعية لو بتفتكره. بتطلح حاجة من ثلاثة. لو اخد الدرس التاني تحديد نوع جزرية المعادلة. هيفهم قصدي. بتطلع جزران. حقيقيان. مختلفان زي اللي قدامكم دي. مختلفان. طب انا مش عايز اعوض يا مستر وعايز احل على طول. اعملي خط الاعداد واقولك القاعدة. خط الاعداد هنا. الجزر الاول وليكن لام مثلا. والجزر التاني وليكن مين. بصين. هنا مثلة اشارة معامل سين تربيع. وهنا مثلة اشارة معامل سين تربيع. اما في النص عكسان. هو معامل سين تربيع هنا ايه? تقولي لي موجب. يبقى هنا موجب. وهنا موجب. وفي النص سالب. طب لو هنا سالب يا مستر. يبقى هنا سالب. وهنا سالب. وفي النص موجب. طب النوع التاني والنوع التالت. هنتكلم فيه بعد شوية. بس الاول نخلص دي. يبقى دي الشرح يا جماعة. ويا رب تكونوا فاهمين قصدي. الحتة دي. جزئية الشرح. معلش عمل لها خط بس عشان تبقوا عارفين ان دي شرح. هي. ملاش علاقة بالمسألة. نكتب الاشارة. دلت سين تساوي صفر. دلت سين اصغر من الصفر. دلت سين اكبر من الصفر. بتساوي صفر عند السالب اتنين والاتنين. يبقى السين تساوي عنده. او حد يكتب سين. دلت سين. عند السين باتنين وسالب اتنين. واحدة تقول لي لا انا عايز اعملها ينتمي. يبقى المجموعة اتنين وسالب اتنين. طب اصغر من الصفر يعني سالبة. فين السالب. تقول لي هنا. من اول سالب اتنين لحد الاتنين. يبقى عند السين تنتمي من سالب اتنين لاتنين. من الى يبقى فترة. هنا يساوي تقول لي لا يبقى مفتوحة. يبقى من سلب اتنين لحد الاتنين. يا رب تركزوا معايا يا جماعة. اللي هيركز معايا فيهم الدرس دي والدرس الجاية. طب اكبر من الصفر موجبة. موجبة موجودة على مرتين. اللي موجودة على مرتين دي يا جماعة اشارتها. لو بسأل على اشارات اللي موجودة على مرتين يبقى ممكن تكتب فترتين. من اتنين لمالة نهاية ومن سلب مالة نهاية لسلب اتنين. يبقى عندها سين تنتمي من سلب مالة نهاية لسلب اتنين ومتين اتنين لمالة نهاية. دي مفتوحة على طول ودي مفتوحة. طب السلب اتنين يا مسترفيسة وهنا? لأ. يبقى مفتوحة وهنا مفتوحة. ايه ده? هتسيبهم كده بابنهم اتحاد. كأنك بتقولوله الاجابتين دول كل دي بيطلع موجب. حد يقولي طب لو جات في الاختيارات هيحطوا دي في الاختيارات لأ. الاجابة اللي انا هقولها دلوقتي هي دي اللي هتبقى في الاختيارات. اركزوا يا جماعة معايا كويس. مش ملاحظين ان الموجب يا جماعة موجود على الخط كله? تقولي ايه. الخط كله اللي هو الاعدادة الحقيقية. فرق. كل الخط موجب. كل الخط موجب معادة من سلب اتنين لاتنين. كل الخط موجب معادة من سلب اتنين لحد الاتنين. عايزة افكركم بالجملة دا من عندنا. مش هتلاقوه في الكتاب. حافر ايجي بعدها. بصوا الكلمة دي. فترة معكوسة. يعني يا مستر فترة معكوسة. يعني لو مفروض تتفتح نعمل احنا مغلقة. ولو مفروض تبقى مغلقة نعمل احنا مفتوحة. يبقوا ويعتنسوا الجملة دا. هي. حافر ايجي بعدها الفترة معكوسة. عكس اللي المفروض يحصل. مرضيتش اقول مقلوبة لحد يبدلهم ويفكر ان كلمة مقلوبة هي دي قصدي. هنا مفيش يساوي. مفروض مفتوحة ناخدهم احنا مغلقين. يبقى يا جماعة لو فترتين صح. بس لو في سؤال مقالي ودي الافضل. يبقى كل الخط موجب. يبقى لما بسأل على اشارات موجودة على مكانين. يبقى حافر من سلب اتنين لاتنين. وناخد حافر ايجي بعدها الفترة معكوسة. اللي هيقول مغلقة على طول. هقوله يبقى انت وقعت منك الدرس الجاي. هافر ايجي بعدها الفترة معكوسة. ما قلتش مغلقة ولا مفتوح. قلت معكوسة. عكس اللي المفروض يحصل. ادي يا جماعة الدرس الدلة التربعي. طب ليه بقى يا جماعة نصحتكم تعملوا بالقالة? زي السؤال كده. سلب سين تربيع ناقص. خمسة سين ناقص ستة. ليه نصحتكم تعملوا بالقالة? لان سؤال زي ده لما هنساوي الدلة بصفر. وسايبك تعمل بالتحليل. احنا ما عندناش تحليل يا جماعة والسين تربيع جنبها سالب. كان في تيجي في الاعداد نضرب المعادلة كلها في سالب. فانت هتضرب المعادلة كلها في سالب. هتضرب المعادلة كلها في سالب وتبقى كده. لما تيجي تحط الاشارات هتقوم عاملاله كده. مثلة مثلة في النص عكس. مثلة معامل سين تربيع. اللي هو موجب. هاو ما عامل لنا بقى كده في امتحان? مجلط. طب ليه? لان انا شغال على الدلة نفسها. ايش دخل باللي انت دربتيه في سالب ده? اللي انت دربتيه في سالب ده انت بتساعد نفسك في التحليل. بس مش هو دي الدلة. الدلة. هنا سالب وهنا سالب وفي النص موجب. لان هنا سالب سين تربيع. انا قلت. مثلة اشارة معامل سين تربيع. مثلة اشارة معامل سين تربيع. مثلة اشارة معامل سين تربيع. عكسة اشارة معامل سين تربيع. اللي في السؤال. يا رب تكونوا فهمته قصد يا جماعة ليه أنا بفضل نعمل بالآلة طب يا مصدر أنا هفتيكر خلاص يبقى أعملي بالتحليل عادي يبقى أنا بفضل يا جماعة نعمل بالآلة سوي الدلب سف يبسك الآلة كده مود خمسة تلاتة مود خمسة تلاتة سالب واحد يساوي خمسة يساوي سالب ستة يساوي أكون مجهزه سين تساوي وسين تساوي سين سين تساوي والسين تساوي والآلة هتطلع للإجابات يساوي تلاتة واثنين نرسم خط الأعداد طبعا الصغار على الشمال هنا اللي اتنين وهنا التلاتة هنا سين وهنا دلت سين بالله عليكم هنا مثلة وهنا مثلة وفي النص عكسي مثلة مثلة في النص عكسي مثلة معامل سين تربية له سالب هنا سالب هنا سالب واللي عايز يتأكد يعوط وهنا موجب دلت سين بتساوي سفر دلت سين أصغر من السفر دلت سين أكبر من السفر دلت سين تساوي سفر دلت سين أصغر من السفر دلت سين تساوي سفر هكتبها جنبان عشان هسيب مكان نبقى نشرح مسألة كمان دلت سين بتساوي سفر دلت سين أصغر من السفر دلت سين أكبر من السفر بتساوي سفر عند السل 2 وال3 يبقى عند السين تنتمي للمجموعة 2 وال3 اصغر من السفر سالبة ايه ده ده هنا سالب وهنا سالب يبقى حافرق حافرق فترة مع عقوسة من 2 ل3 هنا مفيش يسوي يا مستر يبقى مفروض مفتوحة نعمل احنا مغلقة حافرق بيجي بعدها الفترة مع عقوسة طب ده اللي تسين اكبر من السفر موجبة تولي موجبة في النص من 2 ل3 مفيش يساوي طبعا مفتوح طب ليه منعملاش عكسها بقى لان هنا مفيش حفر ناخد النوع التاني يا جماعة قبل ما نبدأ نحل التمرين مع بعض ده اللي تساوي سين تربيع نقص ستة سين زائد تسعة نبسك الآلة نساوها الاول بالصفر ونبسك الآلة مود خمسة ثلاثة خدوا بالكم في المسألة اللي فاتت اكس واحد واكس اتنين طب بصوا بقى في دي مود خمسة ثلاثة واحد يساوي سالب ستة يساوي تسعة يساوي تطلع بتلاتة مفيش اكس واحد يبقى دولكم تين متساويتين يعني سين بتلاتة وسين بتلاتة يبقى اكتب واحدة بس اكتب خط الارسم خط الاعداد يبقى سين يا جماعة بتساوي تلاتة يا رب الكل يبقى معايا ادي تلاتة هنا سين وهنا ده اللي تسين تلاتة اربعة طلبة في السؤال ده وهو ده اكتر سؤال بيجي في الامتحان او في الاختبارات يقول لي مثلة وعكس اقول له طب ما تيجي نعوض ونشوف عوض بقيمة اكبر من تلاتة اربعة مثلا اربعة تربعة بستاشر ستة فاربعة باربعة وعشرين ستاشر نقص اربعة وعشرين بسالب تمانية زائد تسعة بواحد واحد موجب ولا سالب يقول لي موجب طب عوض بقيمة اقل من تلاتة صفر مثلا صفر تربعة نقصتة فصفر زائد تسعة بتسعة موجب ايه ده ده هنا موجب وهنا موجب وما لقى يا مستر مثلا وعكسة دي ده 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 الخطية تلحصة اللي فاتت مثلا وعكسة ايه هو يا جماعة تغلطوا في دي يبقى دي النوع التاني لما يطلعوا جزران متساويان جزران حقيقيان متساويان طب انا عايز افتكر بصي هنا المفروض مثلا ومثلا وفي النص وعكسة لما بقوا جزر واحد ما بقاش في نص يبقى مثلا مثلا يبقى مثلا مثلا هنا مثلا وهنا مثلا اوعوا تنسوها هنا مثلا وهنا مثلا ما بقاش في نص اصل حتة دي ما بقيتش موجود نكتب الاشارات ده اللي تسين بتساوي صفر خلاص انا عررت خلال الشرح ده اللي تسين اصغر من الصفر ده اللي تسين اكبر من الصفر بتساوي صفر عند مين عند التلاتة او تساوي تلاتة اصغر من الصفر سالبة ما فيه سالب اصحي يبقى عند الصين تنتمي الفاي طب موجبها تقولي كلها موجب عند الصين تنتمي الحا فرق التلاتة التلاتة بس يبقى مجموعة مش فترة طبعا نجي للنوع الاخير يا جماعة لما يكون الدلة ملهاش اصفر خاص دلت سين بتساوي اتنين سين تربية نقل سبعة سين زائد حداشر اساوي الدلة بصفر ونجيبها بالقالة موت خمسة تلاتة اتنين يساوي سالب سبعة يساوي حداشر يساوي تطلع فيها اي يعني عدد تخيلي يبقى قوم كاتيب له كده لا يوجد جزور حقيقية اي دي اللي هي تاق اللي خد الاعداد المركبة اكيد عارف طب يا مستر اقوله كده لا يوجد جزور حقيقية لا مفروض تفاهمني ايه يطلع الجزور حقيقية ما جاتش احظ جزور حقيقية ازاي لا بالقانون العام لا بالمميز لا طبعا المميز اسحي اجيب بقى تربية نقصة أربعة ألف جيم هيطلع سالم هنا القلب باتنين الباق بسالب سبعة عشان يعرف يا جماعة لانه في سؤال مقالي مش هينفع الباق بسالب سبعة بكل تربيع نقصة أربعة في اتنين في حد عشر هتطلع بسالب تسعة وتلاتين اي دي طلع سالب يبقى لا يوجد جزور حقيقية كده هو فيهم ان لا يوجد جزور حقيقية نعمل الخط خلاص اخر حاجة ايه نحط الجزور تقول لي ما فيش جزر أصل يبقى هنا مثلة كلها مثلة معامل سين تربية يبقى موجب زي السبت دلت سين بتسوي صفر دلت سين أصغر من الصفر دلت سين أكبر من الصفر بتسوي صفر عند السين تنتمي الفا أصغر من الصفر فينس السالب تقول لي ما فيش سالب أصل يبقى عند السين تنتمي الفا طب أكبر من الصفر الموجب عند السين تنتمي لحا كلها موجب نرجع يا جماعة ونكتب النوع الثالث لا يوجد جزور حقيقية لا يوجد جزور حقيقية لازم أجيب المميز هيطلع عدد سالب عشان يتأكد أن أنت طلع جزور غير حقيقية وكلها تاخد مثلها معامل سين تربيح يبقى أنا عندي كم نوع ثلاث أنواع هنركز كده يا جماعة النوع الأول لما يطلع جزرين حقيقين مختلفين النوع الثاني لما يطلع جزرين حقيقين متسويين يطلع الآلة X بس مش X1 و X2 هنا لا يوجد جزور حقيقية عن المميز عدد سالب ممكن يا جماعة نفتح المايك كل الأسئلة المقالة اللي في الدرس يا جماعة على الدلة التربية تخيلوا هو مش جايب على السابطة والخطية ووريتكم المرة فاتت لما حلنا اختار تعالوا نبدأ كده يلا يا محمد نبدأ من عندك أنت المرة دي واحد يقول لي أضرب دول طب ما هو جايزة هي سويه بالصفر ويقسم كل صفحة ويقسم كل قص بيسوي صفر وخلا لو ضربتها يا جماعة ورجعت عملتها بالقالة هتطلع نفس الإيجابة بسين هنا بكبه محمد سين باتنين والسين بتلاتة لا سين بتلاتة بتروح مع عكس الإشار كأنك بتسويها بالصفر يعني تمام أهوت هنحط السليب تلاتة هو الصغير هنا يا جماعة السليب التلاتة هنا وهنا الاتنين يلا فكرنا كده مثلة مثلة وفي النص عكس عكس هدي سين ودي دلت سين مثلة معامل سين تربية هو فين سين تربية لو ضربنا دي هتبقى سين تربية يعني موجبه يبقى هنا ايه يا محمد موجب وهنا موجب وفي النص ممتاز يلا اكتب لي الإشارات دلت سين تساوي صفر دلت سين اصغر من الصفر دلت سين اكبر من الصفر بتساوي صفر عند مين يا حبيبي سليب تلاتة واثنين مفتحين فيش هنا يا محمد بتساوي صفر دي معادلة حبيبي ما فيش متبايت ما فيش فترة عند السين مجموعة سليب تلاتة والاثنين مجموعة مجموعة سليب تلاتة واثنين اسمعك يا صراحات طب اصغر من الصفر سالبة فين سالبة من سليب تلاتة جميل هنا ما فيش يساوي بمفتوحة. طب مجابة فين? من حافر الاثنين والثلاثة ثلاثة 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 والاثنين. الثلاثة ثلاثة بنت بالفترة. انا قلت لك من شوية حافر ايتيجي بعدها الفترة ايه? معكوسة. بالله عليك. انا لو جيت في مرة يا جماعة قلت لك احنا عايزين معلومة مهمة جدا. من الاولى سنوي هنطلع بها في تانية سنو. في حاجات اكتر من حاجة. بس في الدرس ده انا عايز حطي تحافر ايه فترة معكوسة ده. مش هتلاقها في الكتاب دي اللي انا ايلكو عليه. بس صدقني هتوفر عليك حاجات كتير في تانية سنة وفي تالتة سنة. يبقى حافر ايدي بعدها الفترة معكوسة. هنا مفيش يساوي. يبقى المفتوح ناخد احنا ايه مقامة? مغلقة. مغلقة. تمام يا حبيب. اتفاضلي يا سارة. قولي ان انت عايزين. اتفاضلي معلاش هي سين تربيع عملناها ازاي? حق. مش القصين دول اما يضربوا ببعض هتبقى سين في سين بسين تربيع. سين في تلاتة بتلاتة سين. سالب اتنين في سين بسالب اتنين سين. وسالب اتنين في تلاتة بسالب ستة. صح? يبقى هو ايه اللي هيزهر? سين تربيعه? طب احنا نعملنا كل ده. مع عشان تحط هنا مثلة وهنا مثلة وفي النص عكسة. طب هتحط مثلة ومثلة على اشارة سين تربيع. طب هتجيب السين تربيع من اين لما تضرب القصين? انا ما ضربته مش انا ضربت السين في السين بس. عشان اعرف هي موجابة ولا سالب. ش انت بتحط الاشارات مثلة معامل سين تربيع ومثلة معامل سين تربيع وفي النص عكسة? طب انا مش معايا سين تربيع هارب من الاشارات. فيم تي كده? او. تمام. نشوف اللي بعدها. يلا يا يوستي. تمام. هنفتك القص? جميل. ممكن افك القص. والموضوع مش مستاهل. الاقواس اللي هو مجهزها لي دي كانو بيقول لكم انا حللتلكم انتو حلوا على طول. اخد الجزر التربيع على طول للطرفية. يبقى اتنين سين ناقص ثلاثة بيساوي جزر الصفر بصفر. مفيش موجة مسال. يبقى اتنين سين بتساوي تلاتة. نقسم على الكام? على الكنين. يبقى سين. لا يا مصدر انا هفكه القص وعملها بالآن. هتطلع برضو سين بتلاتة على اتنين. اي ده دي النوع انه هون يقصر. النوع الاول ولا التاني? اه لا دي النوع التاني. بالله عليك يا جماعة. دي اهم نوع. ليه? عشان هو عايزك تغلطه تقولي مثل وعكس. والله هو بيجيبه اكتر من مرة في الاكتبارات عشان واحدة تقول مثل وعكس. نحط الخط. ادي سين ودي ده اللي تسين. هنا تلاتة على اتنين. هنا مثلة وهنا مثلة. طب مثلة دي بقى اجيبها ازاي? تقولي لا مثل لو فكته القص هيبقى هنا اربعة سين تربيع. يعني موجبة. يبقى هنا موجة. وهنا موجة. اخدوا بالكم يا جماعة لو فكته القص هيبقى اربعة سين تربية. يبقى موجبة. طب لو فيه سلب برا يبقى سالب اربعة سين تربية. فساعدتها تبقى هنا سالب وهنا سالب. يلا كتب لي الاشارات ده اللي تسين بتساوي صفر. ده اللي تسين اصغر من الصفر او نكتب بيساوي صفر الاول. عند السين تنتمي لمين بقى? سالب. التلاتة على اتنين. طب ده اللي تسين اصغر من الصفر. سالبة. فين السالب. طب موجبة. ده اللي تسين اكبر من الصفر. موجبة فيه? تلاتة على اتنين. موجبة في كل الخط. فرق التلاتة على اتنين. طب ليه التلاتة على اتنين مش بيدي موجة? لان التلاتة على اتنين دي مدي صفر. والصفر مش موجة. يبقى موجبة في كل الخط معادة التلاتة على اتنين. في كل الخط معادة التلاتة على اتنين. يلا يرى اتنين سين تربع زائد خمسة سين نقل سبعة سويها بالصفر ونعملها بالقالة يا جماعة وقلت ليه يفضل بالقالة شرحت لكم من شوية موت خمسة ثلاثة اتنين يساوي معايا يا رأى خمسة يساوي سالب سبعة يساوي يبقى تصيني الأولى بكام والتانية سبعة سبعة جميل اعمل خط الاعداد ادي خط الاعداد ادي سالب سبعة على اتنين وحد ينسى ان الصغير بنكتب على الشمال ودي الواحد ادي سين ودي ده اللي تسين بصوا بقى كده مثلة في النص عكس مثلة معامل سين تربيع هو هنا موجب ولا سالب رد علي يا رب عليش عشان نحل طب موجب يبقى هنا موجب وهنا موجب وفي النص ايبقى يلا تكتب لي الإشارات بتساوي صفر فين عند المجموعة سالب سبعة على اتنين والواحد طب سالبة سالبة فين تقول لي في النص هنا من سالب سبعة على اتنين للواحد من سالب سبعة على اتنين والواحد ما فيش يساوي بقى مفتوحة طب موجبه فين تقول لي في كل الخط يبقى عنده السين تنتمي حافر بالله عليكم لما تكوني بتكتب الإشارات اللي في اليمين وفي الشمال دي بحافر كل الخط معادة من أول هنا الهم كل الخط يعني حا فرق من سالب سبعة على اتنين للواحد فترة معكوسة هنا مفيش يساوي ومفروب مفتوحة ناخد احنا ايه مغلقة عشان حافر ابتيجي بعدها الفترة معكوسة الفترة ايه معكوسة تمام اللي بعدها نفس الكلام يا جماعة هتطلع زي مسألة يسر بالزر يلا يا صار هنساوي ندلع بصفر ونبسك الآلة موت خمسة ثلاثة مالين يا صار معامل سين تربيع اتنين يساوي سالب ثلاثة يساوي خمسة يساوي تطلع فها اي ايه ده يعني عدد تخيولي يبقى ام كتيب له كده لا يوجد غزور حقيقية يبقى كلها تاخد مثلها كلها تاخد مثلها حقيقية لا يوجد غزور حقيقية يا جماعة يبقى كلها تاخد مثلها طب يا مستر من غير ما تثبيت له اي حاجة لازم نجيب المميز لانك لازم تحلها بالقانون العام عشان تعرفني ان تحت الجزر عدد تخيولي فالافضل لا المميز قلب باثنين والباق بسالب ثلاثة الاسهل يعني والجين بخمس طبعا المميز سالب ثلاثة لكل تربيع نقصة اربعة طبعا خدنا المميز دي يا جماعة الدرس التاني لو تحديد نوع الجزرية المعادلة أربعة في ألف اتنين في خمسة هتطلع بسالب واحد وتلاتين مدام عدد سالب يبقى لا يوجد جزور حقيقية مش عارف يا سارة انت سمعني نعمل خط الاعداد ادي سين ودي دلت سين كلها بتاخد مثلة اشارة معامل سين تربيع معامل سين تربيع هنا ايه يا سارة سين موجب ولا سالب يعني موجب جميل يبقى كلها بتاخد مثلة أني نوع من المسائل دي النوع الثالث تعالوا نرجع كده يا جماعة صدقوني الطالب أو الطالبة اللي ميذكرش الدرس على الثلاث حالات والله العظيم كأن الدرس ما فيه لو طلع جزران حقيقية مختلفان يبقى مثلة مثلة وفي النص عكس لو طلع جزران حقيقية متساويان يبقى مثلة مثلة ما بقاش فيه نص ما بقاش فيه جزء النص ده حتى دي طب لا يوجد جزر حقيقية يبقى لازم نجيب المميز عشان أباين له نوع عدد سالب أول ما جيب المميز ويطلع عدد سالب يبقى خلاص دي النوع الثالث وحط كله مثلها هو دي النوع اللي كنا بنحل فيه يبقى كله مثلها يلا يا سارة دلت سين بتساوي صفر دلت سين أصغر من الصفر دلت سين أكبر من الصفر بتساوي صفر فيه هو فيه سالب هنا آه آسف فيه حاجة هنا بتساوي صفر اللي هو الخط اللي بيبقى في النص ده تقولي لي لا يبقى عند السين تنتمي الفاي ممكن يا سارة تتكلمين عشان بس الوقت نلحن خلص الدرس طب سالبة أصغر من الصفر يعني سالب فيه سالب يا جماعة برضو عند السين تنتمي الفاي طب موجبة ايه ده كلها موجب يبقى عند السين تنتمي لحا اللي يبقى كلها موجب صدقوني يا جماعة الموضوع أبسط من البساطة بس نركز يلا يا محمد هنساوي الدلت بصفر جميل هنرتب المقدار سالب سين تربيع في الأول وبعدين زياد أربعة سين يمين يقع يا جماعة تنسوا وتعدلوا المسألة تمام طب يا محمد اهو دي بقى النوع يا جماعة اهو دي المسألة اللي أنا قلتلكم بلاش تحتحللوا بدمعكم لأنك لو حللتوا بدمعك هتضرب المعادلة في سالب فهيبقى سين تربيع وتبدأ يتحلل تبص تلاقي وانت بتحط الإشارات تشتغليها على السين تربيع لا قلتلكم الآن أحسن حاجة ماليني كده يا محمد هيبقى موت خمسة ثلاثة يلا كم هنا يا محمد سالب واحد سالب واحد يوساو وبعدين أربعة وبعدين سالب سبعة سالب سبعة تطلع فعا أي يعني أي يا محمد عدد إيه عدد تخيل تخيل لي يبقى أقول له كده لا يوجد جزور حقيقية بس ينفع على طول تقول لي لأ لأنك مش سعيد تقول له أنا عملت بالآن لازم حاجة من اتنين لتعمل بالقانون العام لتجيب المميز طبعا المميز أسهل قالب بكام يا محمد سالب واحد والباق أربعة والجيم سالب سبعة نجيب المميزة حبيبي أشيل الباق وحط أربعة تربيع نقص أربعة تربيع نقص أربعة أربعة سالب واحد سالب سبعة تمام هتبقى سالب اتناشر عدد سالب يبقى لا يوجد فعلا جزور حقيقية يبقى نعمل خط الأعداد هنا سين وهنا دلة سين تاخد كلها مثلها مثلها معامل سين تربيع اللي هو موجب ولا سالب سالب يبقى كل دي سالب يلا اكتب لي الإشارات دلة سين بتساوي سفر دلة سين أصغر من السفر دلة سين أكبر من السفر يلا حبي دلة سين تساوي سفر عندها سين تنتمي الفار جرح مفيش جزور أصلا إنت اللي فوق أي لها عندها سين تنتمي الفار أصغر من السفر سالبا كلها سالب يبقى عندها سين تنتمي الفار ممتاز يا محمد طب موجبة؟ مفيش ممتاز تمام يا جماعة تعالوا بقى يا جماعة السؤال اللي فاضل أو فكرة جديدة ارسم منحنة دلة دي في الفترة من سالب تلاتة واربعة دي سؤال من تلتة أعدادة وسؤال هنحله مع بعض اشتركوا في القناة